السلام عليكم. فتحت الاخبار لقيت في فرنسا اربعة وشرين اكبر ووقع فرنسي في العالم ناطق بالعربي. لقيت خبر بيقول اوكرانيا الجنود المثليون يطالبون بتشريع زواج المثليين. هم عسكر رايحين يحربوا عايزين يفعلوا في بعض. فتحت الاخبار لقيت خبر بيقول قص روسي كاهن روسي يضرب كاهنا اوكرانيا بالصليب بالصليب بسبب بوتين. اضرب. اضرب. اضرب بقوة الرب اضرب. اضربوا بصليب الرب. ليه بيضربوا بصليب الرب? بيضربوا علشان بوتين. يعبدون البشر. الصدمة مش هنا. الصدمة لحد الوقت قد يكون يقول لك خلاف معتقدات وخناعات معتقدات. المشكلة ان الاتنين على عقيدة واحدة. ففي عقائد اوكرانيا على سبيل المثال تنقسم لعدة اقسام وعدة عقائد جوه المسيحية. فاوكرانيا عندها عقيدتها الاوكرانية الارثوزوكسية الروسية. في اوكرانيا الارثوزوكسية الاوكرانية. في روسيا الارثوزوكسية الروسية. ايه ده ايه ده? في ايه? في ايه? جوه العقدة الوحدة. انا عارف ان انت مستعجل. طب اعلاقة الخبر ده بالخبر اللي احنا جبناه في الاول ده. ثم نلاقي السي ان ان بيقول لك اه زيلينيسكي يرد على طلب تشريع زواج المثليين في اوكرانيا في ظل الحرب. اعلاقة ده بنلاقي روسيا اليوم بيقول زيلينيسكي يطلب السماح بالزواج رسميا بالزواج بالمثليين في اوكرانيا. اعلاقة ده ان نفتح نلاقي صدى البلد. صدى البلد. نلاقيها بتقول بسبب كثرة عددهم في الجيش. جيش الاوكراني. زيلينيسكي ينتصر للمثليين في اوكرانيا وحيجوز الرجالة بالرجالة والحريم بالحريم وعلم الرنبو حيشتغل. اعلاقة ده ونلاقي ان العقيدة او الدين الرسمي لاوكرانيا هو المسيحية الارثوزوكسية. نلاقي اوكرانيا على الموسوعة الحرة وويكيبيديا. بيقول في الدين في قسم الدين ننزل كده دين البلد نفسها. نلاقي بيقول اه الدين في اوكرانيا تسعة وتلاتين في المية من الاوكرانيين على الكنيسة الارثوزوكسية الاوكرانية. هي اوكرانيا بس. ثم نلاقي تسعة وعشرين في المية من الكنيسة الارثوزوكسية الاوكرانية بس تبع بطريقة موسكو. وفي اوكرانيا وفي اوكرانيا وفي اوارثوزوكسية مصرية. وفي اوارثوزوكسية هندية. الله لا 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 جوة العقدة الوحدة. لسه مدخلناش عقائد تانية. لسه مدخلن. يعني ده كان بيدعو العذرة وده كان بيدعو يسوع وبيقتل في ده اللي بيدعو العذرة وبيدعو يسوع واللي اتنين ظنين ان الرب فيهم والرب يحل فيهم اربعتاشر في المية من الكنيسة الكاتوليكية اليونانية الاوكرانية ما خد بالك بقى احنا قلنا ايه الارثوزوكس قسم روسي وقسم اوكراني لا خد بقى الجاية كاتوليكية يونانية اوكرانية كنيسة ارثوزوكسية اوكرانية هو كاتوليكية ولا ارثوزوكسية ولا اوكرانية مستقلة. واحد وسبعة الروم كاتولي. ايه اللي انا عايز اقوله? كل عقيدة وكل طيفة في كل بلد لها فكر ودين لوحدة. ليس كالمسلمين. المسلمين يجمعهم كتاب الله وصنة الرسول بفهم السلف الصالح. من كان غير ذلك فهو ليس من الاسلام في شيء. ولا يعرف عنه الاسلام شيء. فانه مش ده الاسلام. ايه الموضوع ده? الموضوع ده يا هنعرفوا بعد اول نقط لازم انبه عليهم. الناس اللي بالشكل من عدم وصول البث المبشر اليوم في الفيسبوك واليوتيوب. اشترك في القناة فعل الجرس. عشان يوصلك كل جديد. اشترك في الصفحة فعل اشعارات الصفحة عشان يوصلك كل جديد. وشاهلك الفيديو على قدر استطاعتك. جزيك الله وخيره. الناس اللي عايزة تدعم اعلانات القناة والقناة والصفحة عبر البيبال او البيتريون. رابط البيبال والباترون في وصف الفيديو. يلا بنا نبدأ يلا بنا نبدأ. من فضل رب العالمين ان الله ارسل لنا الاسلام العظيم الذي قائم تحت كتاب ربنا وسنة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. العقيدة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. المسلمين المنقذ الاخير للعالم. المسلمين ولولاهم لا ضاعت الدنيا في فواحش الزنا والدعارة والشذوذ الجنسي. ايه العلاقة? العلاقة. نبدأ باول خبر. خبر ده اللي استوقفني وبسبب وبحثت عن الموضوع ده لقيت ان جهاد النكاح عند 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 اوكرانيا الارثوزوكسية. جهاد النكاح يجاهدون يا ريت جهاد النكاح واحد وامرأة. رايحين يركبوا بعض جوه الحرب يخرب بيوتكم. يخرب بيوتكم. الحرب شغالة والضرب شغال. ورجالة رجالة ايه بقى? والشباب رايحين يركبوا بعض جوه الحرب. لا مش خلصوا? لا. ما هو معروف ان دول واحنا قلنا على العقيدة المسيحية اغلب اوكرانيا مسيحيين. الغالبية العظمى من اوكرانيا. بص يا اخوة المسلمين كم في المية بالله عليك? يعني الكنيسة الارثوزوكسية الاوكرانية تسعة والاربعين في المية. والكنيسة الارثوزوكسية الاوكرانية. دي تابعة لكييف ودي تابعة لموسكو. خلاص? كم? والتلاتين في المية. يبقى اربعين في المية وتلاتين في المية. الاتنين ارثوزوكس سبعين في المية. دولة اعدادها سبعين في المية. ورايحين ارثوزوكس مسيحيين. وراحين في وسط الحرب. يعملوا سيكو سيكو. الشباب مع بعض. الشباب مع بعض. تقول لي اقول لك بفضل رب العالمين كل الدول التي ليست من المسلمين هتلاقيهم كده بركبوا بعض. وش كده. بينما ييجوا يبعثوا كلابهم الناعقة ونعلهم من العلمانية وغيرهم كل شوية يهجموا المسلمين. انتم بتفكروا بنصوكم التحتاني يا عم على الان اللي احنا بيتجوز. على الان اللي احنا لا نزني ولا نغتصب كما في اوروبا والدول التي اوروبا والدول متقدمة. على الان اللي احنا ليس شواز كما انتم وكما عقائدكم وكما امتكم واليهاتكم يا علمنية ويا محارم الاسلام. يا عم انت متعرفش ان اوكرانيا ارثوزوكسية وزيكو ارثوزوكس. يعني جنود زكريا بطرس راحوا في وسط الحرب. قال لك ما تيلا نعمل باركة. فوسط الحرب سبعين في المية من الدولة على عقيدة زكريا بطرس. وراحين يركبوا بعض. عرفت هيلة الادب والوساخة بتيجي منين? ومن اي عقيدة? احنا عندنا كده? احنا المسلمين عندنا كده? ولله الحمد والمنا. ولله الحمد. احمد ربكم على نعمة الاسلام. بيقول لك باشا اي غويدة على فكرة ده مش عربي باشا زي ماشا والاسماء دي يعني. بس يعني عشان كلمة باشا لا يفتكر باشا عربي. لا ماشا ماشا مش عارف مين هم اسمعهم ليهم كده. يقاتل في صفوف الجيش الاوكراني منذ غزو اوكرانيا للبلاد في اربعتاشر فبراير وهو مختص في الصلاح السلاح المضاد للطائرات. جندي زكريا بطرس مختص في الصلاح المضاد للطائرات ومختص في الفعل في الرجال. عقيدة استغفر الله من ثمارهم تعرفونهم. لكن في حال اصيب او قتل شريكه لن يستطيع زيارته في المستشفى او استلام جثته لان لان القانون الاوكراني لا يعترف قلب زواج المثليين. طب عملوا ايه? اخضعوا الدولة لزواج المثليين. اه? ويطالب العديد من الجنود المتطوعين الذين يحاربون في صفوف الجيش الاوكراني بقانون لتشريع ارتباط المثليين. ارتباط الراجل بالراجل. ده اللي هو الاول خش على السي ان ان. زيليسكي اللي هو الرئيس الدولة. سيعطي تشريع بزواج المثليين في اوكرانيا. مراجعة الخبر من دقيقتين خلي بالك. روسيا اليوم مش هعلق عليه كتير. زيليسكي اللي هو الرئيس يطلب السماح رسميا بزواج المثليين في اوكرانيا. يطلع واحد يقول لي مش هعلق عليه كتير ليه? مش انا قلت لك ان احنا لازم نستدل عليهم بما يؤمنوا وما يعتقدون. آآ روسيا اليوم عشان موقع محارب لاوكرانيا انا مش هعلق عليه كتير. صدى البلد ده ما له بقى وما الاوكرانيا? صدى البلد. صدى البلد اللي المفروض جاردة علمانية برضو. اسمع يا فندي من جاردة بتقول ايه صدى البلد? بسبب كثرة عددهم في الجيش جيش الاوكراني في جيش. زكري يا بطرس. يعني زكري يا بطرس لو كان ترك هجومه على الاسلام وصابه على الاسلام وكان تفرغ لابناء دينه اللي بيركبه بعض. مش كان افضله. مش كان افضلك يا زيكو. تشوف الشواز ولا انت علشان بتعبد من كان يحب ذلك? ولا انت عشان بتتبع من كان يفعله فيك في الكنيسة هذا الامر يا زيكو. فرحان انت بكده يا زيكو. صح? كانت كنت تفرغ لهؤلاء يا زيكو ويبيعوهم لو كانت عقدتك حقيقي يعني. ادعوهم لعقدتك الحقيقي دي ولا تسبوا الاسلام. مش الاولى لك ان انت ترجع خراف الحظيرة اللي بركبه بعض في الجيش يا زيكو. زيلينيسكي رئيس اوكرانيا. ينتصر للمثليين في اوكرانيا. يقول الخبر? فاتح الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينيسكي الباب لاطفاء الشرعية على الزواج المدني من المثليين في البلاد. اكتر من ثمانين في المية من اوكرانيا نصارى ارثوزوكس. سبعين في المية عشان الانصاف. الاربعتشر والبواقي دول كاتوليك. اه ارثوزوكس برضو. روم ارثوزوكس بورتستانت بص المسلمين كم في المية? اقل من واحد في المية. اقل من واحد في المية. حد يقدر يطلع من المسلمين حتى الاوكراني دول عندهم زواج الشواز? الاسلام حفظهم. عقيدة الاسلام حفظتهم. مش العقيدة اللي بيفعلوا ببعض الفحشة وكل حاجة فيها حشة. وكل حاجة فيها عشة. الدين الساعد في اوكرانيا هو المسيحية الارثوزوكسية. كلامي? ده كلام من اللي حظت الاحصائيات دي يا محمد يا نصيف? من اللي حظت الاحصائيات دي? يكون انت بتألف ولا حاجة? ده اللحظت الاحصائيات دي الموقع. الاحصائي في اوكرانيا نفسها. صد البلد. فتح الرئيس الاوكراني الباب لاطفاء الشرعية على الزواج المدني من المثليين في البلاد ردا على التماس يطالبه بذلك على الرغم من الدولة في حالة حرب. وفي رد مكتوب عبر الانترنت اوضح زيلينيسكي انه سيكون من المستحيق لاطفاء الشرعية على زواج المثليين بينما تظل البلاد في حارة حرب لان ذلك سيتطلب تغيير الدستور. ولكن قال ان حكومته توصلت الى حلول باطفاء الشرعية على الشراكة المدنية المثلية زواج الراجل بالراجل على الشراكة المدنية المثلية المسجلة في اوكرانيا كجزء من العمل على ترسيخ وضمان حقوق الانسان والحريات اه يا شوازي يولد الكهة اه يا شوازي يولد الكهة لما يكون اكتر من سبعين في المية من الدولة اكه على عقيدة زكريا اكه يبقى هي دي العقيدة يبقى مين ثماركم تعرفونكم يا شوازي يولد الكهة وفي هذا السياق تم تسريع الدعوة الى ادخال زواج المثليين في البلاد بسبب الحرب يا بص بسبب الحرب قالك يلا بينا الشباب يتجوز بعضه والبنات تتجوز بعضها وبنات تتجوز كلب وبنات تتجوز حمار ورجالة يتجوزوا كلاب ويتجوزوا والله مسخرة 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 الحمد لله على نعمة الاسلام الحمد لله على نعمة الاسلام الحمد لله عرفت لما عد اقول لك احمد ربك على نعمة الاسلام يا مسلم عرفت ده 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 بيقول ايه كيه ده ده غيض من فائد ده غيض وما خافيا كان اوسخ وما خافيا على زيكو عقيدة زكريا بقلز كان اوسخ وااكبر وازبل والله المستعاد السلام عليكم بيجيلي مئات رسائل ان ما بيوصلناش اشعارات الفيديوهات او البث المباشر وده بسبب البلاغات المستمرة طب المفروض تعمل ايه اول شي تيجي على القناة Intimit fi al'Qua ومجموعات الفيسبوك طب لو انت شايفوا على اليوتيوب يشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقناوات اليوتيوب الناس اللي بتشتكيلي من عدم وصول البث المباشر لهم والفيديوهات اول بول في اليوتيوب والفيسبوك لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا تعمل اليوتيوب اشترك بعد كده تفعيل الجرس تلكل وكذلك في التليفونات نفس النظام شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو في الفيسبوك. بتعمل اعجبني وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القيمة دي. خليها المفضلة وبعد كده المحتوى خليه قياسي. الفيديو كل الاشعارات. فيديو بث مباشر كل الاشعارات. بعد كده تحديث كده الغالبية العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب بحيوصلك اشعارات جديد جديدة بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة ادي بيبال من هنا والباتريوم من هنا وفي الفيسبوك نفس النظام وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصير المحاور وانستجرام محمد نصير برضو محاور وكذلك تويتر ولا تنسونا ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.